بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحاج عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن علم الموارث في الإسلام ونخص الحديث هنا عن ميراث الزوجين قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين لما كان بين الزوجين من الألفة والمودة والتناصر والتعاقب ما بين الأقارب جعل الله ميراثهما كميراث الأقارب وجعل للذكر منهما مثل مال الأنثى لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع بالإنفاق والنصرة وسبب توارث الزوجين هو النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح كما سبق فيرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا سواء كان منه أو من غيره ويرث منها الربع مع وجود الفرع الوارث لها سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره وذلك لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي لكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لهن ولد أي بشرط أن لا يكون لهن بنون ولا بنات ولا أولاد بنين سواء كان الولد ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر منكم أو من أزواج آخرين قبلكم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا أي فإن كان للزوجات أولاد أو أولاد بنين وارثون فإن فرض أزواجهن ينزلوا من النصف إلى الربع وهذا ما يسمى بحجب النقصان في الفرض وهو الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه قال القرطبي رحمه الله على قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الخطاب للرجال والولد هنا بنوا الصلب وبنوا بنيهم وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده وأجمع على أن حكم الواحدة من الأزواج والسنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد وفي الثمن إن كان له ولد واحد وأنهن شركاء في ذلك لأن الله عز وجل لم يفرق في حكم الواحدة منهن بين حكم الواحدة وبين حكم الجمع كما فرق في حكم الواحدة من البنات وحكم الجمع ولما ذكر سبحانه الحد الأعلى والحد الأدنى لميراث الأزواج من زوجاتهم وشروط ذلك ذكر ميراث الزوجات من أزواجهم فقال تعالى ولهن الربع مما تركتم وهذا هو الحد الأعلى ثم ذكر شرطه فقال إن لم يكن لهن ولد أي فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى واحدا أم متعددا منهن أو من غيرهن وسواء كان ولد صل أو ولد ابن فإن كان لكم ولد مما ذكر فلهن الثمن مما تركتم وهذا هو الحد الأدنى والتوارث بين الزوجين يثبت بالعقد الصحيح سواء حصلت الوفاة بعد الدخول أو قبل الدخول لعموم الآية الكريمة وكذلك يبقى التوارث بين الزوجين إذا حصلت الوفاة من أحدهما في عدة الطلاق الرجعي لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة وقد قضى أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم بميراث المطلقة الرجعية سواء حصل الطلاق في مرض الزوج أو في صحته ما لم تنقض عدتها وهذا إجماع من أهل العلم حكاه غير واحد لأن المطلقة الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ما دامت في العدة ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها وأما المطلقة البائن التي أبانها في حال صحته فإنه لا يرثها ولا ترثه إذا حصلت الوفاة في العدة وهذا بالإجماع لانقطاع الزوجية بينهما من غير تهمة وكذا إذا طلقها طلاقا بائنا في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارث أيضا عند الجمهور أما إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته المخوف فإنها ترثه لاتهامه بقصد حرمانها فقد ورث عثمان رضي الله عنه زوجة عبد الرحمن بن عوفر رضي الله عنه منه لما طلقها في مرضه وبتها وقال له عمر إن مت لو ورثنها منك فقال قد علمت قال ابن القيم رحمه الله ووافقه الصحابة على ذلك وذلك معاملة للزوج بنقيض قصده قال وهذا مذهب جمهور آئمة الإسلام وقضى به عمر بن الخطاب ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف وقال أيضا هو وغيره إن السابقين الأولين من المحاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سدا للزريعة بالكلية انتهى وإن أبانها ابتداء بلا سؤال منها أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه لم يرسها إن ماتت لقطعه نكاحا وترثه إن مات وهي في العدة على قول الجمهور وبعدها في المشهور عن أحمد وقول مالك وغيره ما لم تتزوج فيسقط ميراثها أو ترتد ولو أسلمت بعد لأن مجرد ارتدادها يسقط هرثها وهو ماذا أبو أبي حنيفة والشافعي وأحمد لأنها فعلت باختيارها ما يناف النكاح الأول وروا أبو سلمة ابن عبد الرحمن وروا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة ولأن سبب توريثها فراره من مراثها وهو لا يزول من انقضاء العدة وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ورثها إن اتهمت بقصد حرمانه والله أعلم أيها الإخوة المستمعون هذا ما جعله الله بين الزوجين من اتصال في الحياة وبعد الممات مما يدل على شرف عقد الزوجية واحترامه قد سماه الله تعالى في كتابه ميثاقا غليظا حيث قال وأخذن منكم ميثاقا غليظا قد قال تعالى مذكرا بني آدم بهذا الترابط الوثيق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها مراعاة وتنبيها على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج فبينهم أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم